سيارة بيرجو 2008 في تونس بعد قرابة ثلاث سنوات ونصف من إصدارها في الأسواق من خلال أول ظهور لها في معرض جونيف لسيارات سنة 2013 من طرف شركات بيرجو الفرنسية سيارة من نوعك العليا وفاها خاصية جيدة هذه معناها بالنسبة للPSA تعتبر معناها من سيارات اللي فيها مكونات هامة فيها خاصة الرابور كاليتي بري محترمان في متناول الطبقة الوسطى شركة بيرجو تونس أكدت خلال ندوة صحفية انتظمت قبيل الأعلى عن السيارة الجديدة أن بيجور ستخلق قرابة 10 ألف موطن شغل بهدف مواصلة دعم الاستثمار في البلاد ولتواصل هذه الماركة مرافقة التونسيين خلق قلبي موطن شغل ولكن في النهاية مش يخلق حوالي 10 ألف موطن شغل لكن هذا فيه مجهودات إضافية فيه مشاريع إن شاء الله ستكون في الدشن من بينها مشروع مع جريو مؤسسة فرنسوية الثانية في أوروبا التي تأخذ سيارات تصلح للتجارة ثم تعاود تأثثها على أساس تصبح 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 منها هذا كل مش يتم إن شاء الله في تونس في غضون هذه السنة من هنا اللي جوي إلى أوت القادم خلال حفل حضر فيه ممثلي شركة بيرجو في شمال إفريقيا وشرق الأوسط وإدارة الشركة في تونس تم تقديم السيارة الجديدة هذه اللي تشتغل بنظام دفع أمامي ويبلغ طولها 4.16 متر ما يمنح مساحة أكبر بالداخل للركاب وفي الخلف والحقائب وتتميز بسقف بانورامي ومرايا جانبية كبيرة ومقدمة وصدامات خلفية بتصميم جديد يختلف عن النسخة اللي يسبق عرضها في النماذج التجربية منها في معرض باريس للسيارات في سبتمبر اللي فات وبشي تكون السيارة هذه متوفرة إما بمحرك ثلاثة أو أربعة سيلاندغ مع العديد من الخيارات في كل من المحرك الديازال والجزوال حيث ستتراوح قوة المحرك الجزوال ما بين 82 و130 حصان فيما ستمنح المحرك الديازال قوة تتراوح ما بين 68 و150 حصان ترجمة نانسي قنقر